الستة أمت الله والدتها 62 سنة ليها أخ ما عندهاش غير أخ واحد ليها مراس كان ليها فيه بيت وأرض وهو لم يعطيها المراس من بداية الأمر طيب هي ليه الستة الوالدة سكتة كل الوقت ده يا أمت الله هي مش عايزة تتكلم لأن في بعض اللي بيبقوا محرومين من مراسهم مش عايزين العلاقات يحصل فيها اضطراب لكن الأمر إن إحنا مقصرين برضو لأن اللي هو بيعمله الأخ من شأنه إنه يخلي فيه اضطراب وفيه شحناء وفيه الناس تكون زعلانة من بعضها وفيه غصة في الأنفس إنه الإنسان له حق فيه بيت وأرض ولم يأخذ ذلك الحق أنا بجاوب بناء على اللي حضرتك تفضلت بيه طيب دلوقتي هذا الأخ خالج ده بيحرم مستحق من مراس ده آثم وللأسف بيأكل مال ليس له الحق إنه ياخده وبيأكل هذا المال بغير وجه حق وإذا الإنسان أخذ مالاً بغير وجه حق فطعم حرامه نسأل الله السلامة حنبدأ بتوسيط العقلاء لإن إحنا دائماً بنقول بنحاول نعالج المشكلات في دائرة التراضي فنشوف مين تحتكمه إليه في العيلة الولدة تكلمه وتقوله أنا عايزة ميراثي عايزة أخد حكت اللي أخويا يعني حيشها عني وبعد كده بعد ما حاولنا في دائرة التراضي ما أمكنش أن نتحول بعد ذلك إلى دائرة التقادم إن أنا استدعى الأمر في الحالة دي أدخل محامي ماهر أمين لا مانع عشان أنه تاخد حقها ولا مانع في الحالة دي إنها بتتجنب من باب الضغط عليه من دون نية القطيعة حتى يأتيها بحقها يا أمت الله